أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الجامع الصحيح إمام الحفاظ وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أولد سنة 94 ومئة للهجرة مات أبوه وهو صغير فنشأ في رعاية أمه وكان أبوه صاحب ورع قال عند وفاته لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة وقد عمي البخاري في صغره فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك فكان لصلاح والديه أكبر الأثر في صلاحه وعلو شأنه سئل البخاري كيف كان بدء أمرك قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب فقيل كم كان سنك فقال عشر سنين أو أقل وقد جمع إلى علمه عبادة وورعه فكان يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني غتبت أحدا ومن أعظم مصنفات البخاري كتاب الجامع الصحيح وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول جمعه البخاري في ست عشرة سنة وما وضع فيه حديثا إلا صلى قبل ذلك ركعتين وقد شهد العلماء للبخاري بالإمامة وجلالة القدر فقال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل وقال الإمام بن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل من أقواله رحمه الله لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله والسنة توفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 للهجرة فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن خدمته الإسلام والمسلمين خير الجزاء ترجمة نانسي قنقر